أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أن الحكومة قررت حل منظمة الشيخ ياسين الموالية للإخوان وحماس يذكر أن المنظمة المذكورة كان ينتمي إليها المتطرف الششان الذي أقدم على قتل مدرس التاريخ في باريس قبل أيام وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين طلب من السلطات المحلية وضع مساجد في مدينتي بوردو وبيزيا تحت حماية الشرطة بعد تهديدات أو أفعال عرض طب إلينا من باريس الباخذ في شؤون التطرف جان بير ميلي سيد جان مرحبا بك معي في نشرط الرابع لماذا يبدو أن هذه الحادثة تحولت إلى زلزال سياسي بكل ما للكلمة من معنى كما يرى البعض في فرنسا لأنها تأتي بعض أحداث مشابهة كثيرة هزت المجتمع الفرنسي هي الوتيرة من هذه الأعمال الإرهابية التي هزت المجتمع الفرنسي وعطت لعموم الشعب الفرنسي الانتباع بأنه هو أمام مشكلة باقية ومشكلة عاويسة هذا في الرأي العام أما فيما يخص الحكومة يبدو أن الحكومة فهمت أن الليون مع المتطرفين والاحتمام بشؤون أخرى خطير جدا هل هذا هو السبب فقط الذي جعل الدولة في فرنسا تسكت كل هذا الوقت عن الأصوات التي يعتبرها ماكرون وغيره مثيرة للكراهية والعنف؟ بالفعل الحكومة قررت مضايقات بعض المسؤولين الذين أبدوا تفاهما مجرما في نهاية المطاف مع المتطرفين يبدو كأنهم خافوا من الحركات العنيفة ولفتوا النظر إلى اليسار واليمين ولم يحطوا المشكلة نصب عينيهما فلذلك قررت الحكومة تبديل بعض المسؤولين عن مراقبة العلمانية في فرنسا ماكرون قال بأنه يريد حماية المسلمين الفرنسيين من التأثيرات الخارجية ما الذي يقصد بالتأثيرات الخارجية؟ عن أي ارتباطات يتحدثون؟ طبعا يتحدث عن ارتباطات مع ليست دول قد تكون دولة أو دولة أخرى تؤثر في هذا الاتجاه ولكن يتكلم عن التيارات المتطرفة الاتية من الشرق الأوساط بما فيها تركيا طبعا وتأثيرها على المجتمع الفرنسي شكرا جزيلا لك من باريس الباحث في شون التطرف جامبيير ميلي اشتركوا في القناة